طيب أنا أجدد الترحيب مرة تانية وأرجع مرة تانية لدكتور علي الدين هلال ونحن نتحدث عن الجمهورية الجديدة دون وجود إطار وبالتالي زي ما حضرك شرحت لنا الجيد أنه ما فيش إطار يخنق الحوار يخنق بناء المفاهيم يخنق الفلسفة بس هنا بردو يمكن ده مبنى على المناقشة اللي حصلت في الفصل إيه ضرورة قيام ما نستطيع إطلاق عليه جمهورية جديدة سؤال مهم وعايز تفكير يعني يعني فيه تعبيرات يعني تعبير الجمهورية التانية مثلا استخدم في بعض الكتابات السياسية صحيح استخدم فيها الجمهورية التانية الجمهورية الجديدة يعني بتفترض أن فيه مقومات الدولة والمجتمع اختلفت وبالتالي عايز تصيغ العلاقات السياسية والاجتماعية في ضوء هذا التغير طب إيه اللي تغير أو إيه اللي حنشوف آثاره في السنين الجاية طب إحنا متبعين سياسة تمكين الشباب تمكين الشباب تمكين الشباب عدد الشباب بتقول لما نصب قد يزيد إذن إذا استمر هذا الاتجاه أطراف المعادلة السياسية في مصر بيتغير في مكون جديد اسمه الشباب في أيضا مكون جديد اسمه المرأة وتلاقي دلوقتي في بعض الكتابات يقول لك الله أبقى دلوقتي فيه ست وزيرات الله ليه ما بقاش فيه نائبة رئيس وزارة بعد شوية حتلاق لك وليه ما تبقاش رئيس ست وزارة سقف الطموح بي لا طبعا مسألة طبيعية فأنت أولا في أطراف أطراف الفاعلة في المجتمع فيه طرفين جداد المرأة والشباب فيه حاجة طبعا عجل الحياة كريمة وأنا ما بيزعجنيش إحنا كنا قلنا تلس سنين وكتب أربع سنين ناو مستمر إيه معنى إن أكتر من خمسين في المية من شعبنا تتغير نوعية حياتهم الاقتصادية والاجتماعية ده دي بقولها بتوضع يده ثورة صامتة الله الناس عاشت عشراء سنين بدون صرف الصحة بقى عندهم صرف الصحة كهرباء منتظمة مياه نقية مدارس المرأة بتعمل حرف بتشتغل في يعني في ألف باء العلوم الاجتماعية إذا تغير الوضع الاختصادي والاجتماعي للإنسان يتغير وعيه السياسي وسلوكه وتغير سلوكه ويتغير إدراكه للأمور إذن النمح يا كريمة هو مظهره مادي ساكن ومدرسة ومستشفى وكذا لكن ده حيغير البشر إذن التغيرات المادية اللي تحصل المجتمع النهاردة هتطرح نتائج في سلوك البشر بس يعني برضو نتبعها ونقيمها ونتأكد إنها ماشية في الطريق السليم حد حد حرك مثال في الخمسينات الدولة بنت في عدر إسر عبد الناصر مساكن شعبية بعد عدة سنوات تحولت هذه المساكن إلى خروط يعني كانت مساكن مستهرة ونظيفة وفيها حضائق وفيها كذا الناس راحت بعاداتهم وسلوكياتهم وبتالي هنا لابد من ليس فقط إنك تبني تتأكد إنه واللي أنا فهمه مش من طرحات رسمية من بحوث اجتماعي إن المجتمع المدني الدولة طلبت أو بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدني هناك جمعيات أهلية كثيرة بتعمل في المناطق الأصمارات وغيرها للتأكد من بقاء المناطق التنموية الجديدة دي في شكلها السليم عايز أقول إذن إحنا في السنوات السنوات الستة أو السبعة اللي فاتت عدس تغير اجتماعي شديد وتغير مادي شديد التغير الاجتماعي جزء منه مصدره حاجات في مصر جزء منه تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتويتر والسنوات التواصل الاجتماعي إذا أنت على سنة 25 26 إنت إذن مجتمع مختلف إذن مجتمع مختلف ومش كلنا فاهمين ده لغاية دلوقتي وبعض المسؤولين بيتصوروا مثلا إذا أنت ما نشرتش خبر في التلفزيون المصري المصري مش هيعرفوا عنه مش صحيح لأن كل واحد شايل الجهاز الملعون ده اللي في إيده وإذا كان حتى راجل في السن ابنه بقوله الله تبتعرفش ده حصل كذا يعني حتى من راهنش أو إن في ناس كبار سن أو مش حي أو بلا يعرفوا أخرى وكتب ابنه أخته أخو إلا أخي إنك لا تستطيع يا أستاذ يوسف أن تخفي معلومة والأفضل إن أنا أقول هذه المعلومات على تلفزيوني على شاشاتي المصرية وأفسرها من إن الناس سسمع إليها من الخارج وحيكونوا يعملوا لها بقى أنا أسف أقول كلمة انجليزي فريمينج هتتم تقطيرها تقطيرها لا وهتتشرح بطريقته هو خلاص هذه كنت عارف يعني أنا لما باسمع خبر من أي حتة تانية هو خبر عمري بقى خبر حتى في سياغته وفي التعليق عليه وفي لهجة المزيع هو بيقوله أنا أفضل أي خبر حتى لو خبر فيه شدة أو فيه يعني ضغط على أنا أقوله وأشرح أنا وبرضو في هذا السياق يعني يعني ليس سرا إن إحنا عندنا مشكلة الارتفاع أصعر طبعا وإن ده الموضوع الرئيسي حديث كل الناس أي اتنين في معزة على أهوة على أنا أتمنى إن بقى فيه كلام أكتر مع الناس في هذا الشأن وإن السادة الوزاراء كله فيه تخصص يقول لي يعني يعني مثلا إحنا الدولار سعر الصرف بقى حاجة معينة رسمية ووعلن بعدها بأسبوعين لأنها ارتفع تاني أنا أتصور وما زلت أتصور لابد حد يقول للناس هل منطاق يحدث الارتفاعات تانية هتلاقي كل الناس يقول لك من السنين يوم من الاتنين من السنين يوم من الاتنين ألا لا يعني ليس من الحكمة في السياسة تدى حالة من القلق بين المواطنين أنت لو تتأخذ لك الرئيس لما كان في الكريس قال ما تقلقوش أنا ملاحظ أن الناس الآن وأنا بشوف وبقرى كويس بس كويس وقال له ما تقلقوش بس مش كل حاجة يعملها الرئيس ومش كل حاجة يقولها الرئيس مفروض أن في خبراء في المجالات المختلفة وبالذات في مثال المال والاقتصاد والنقد ودول يشرحوا للناس آه إحنا آه 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 ويقول طب حنعمل إيه يعني آه إحنا متوقعين أن في موة مثلا يعني أن في موة ارتفاع عسعار حتستمر شهر كمان ونستحمل كلنا لكن بعدها حيب فيك يعني لازم يعني عشان أدي ثقة عند الناس لازم نروب أننا فاهم وننلفزيني خطة الخطة دي يقولها الوزير المختص او اي ان كان المسؤول على اللسان مسؤول تبقى المسألة واضحة يعني يعني لازم ان احنا كمواطنين نعرف اه ان في تغيرات وان الحكومة الجهة المسؤولة متابعة وانها متوقعة يحدث كذا متوقعة مثل هذه الاساء وان خطتها لمواجهة هذه الاشياء كذا وكذا وكذا دا يديني شعور اكبر اللي تبقى انها ان انا اه 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 يعني شوف فيه قارات كتيرة جدا حسنة تنية جدا وكهود مخلصة انما ساعات يعني انا هكلم في حاجة مش تخصصي قوي انه قولك معارض اهل الرمضان ويقولك وزارة ان اخر خبر النارده وزارة زراعة منزلة حاجات بقى اقل من كذا وزارة ايه كويس انا سألت السؤال نفسي ما عاربش الاجابة عليه ومتاكد فيه اجابة سانا معرفهاش انت بتعمل شوادر وكذا انا معرفش مي بيدرها اي شادر ممكن تجار يخش يشتروا منه ويعني عايز اقول يعني عناصر فلو خد كميات بخماء تاجر فيها بعد كده وارد ان اشخاص يخشوا يشتروا اكتر من مر وارد ان الاشخاص اللي اللي هون مش مستهدفين كذا طيب انا جات لفكرة يعني بسيطة وسازجة جدا طيب ما انا عندي البطاقات التموينية ومفروض الدولة عارفة ان الذين يحبلون البطاقات التموينية في غالبيتهم يستحقونها طبعا ودول كلهم اللي عندهم بقال تمويني اللي عندهم يعني اليات التوزيع معروفة طيب ليه انا محطش يعني اي سلع مخفضة السمن او مدعومة انزلها على البطاقات التموينية وقالية التوزيع على البقالين معروفة يعني وصاصة التموين عارفة مين البقالين او اماكن التوزيع اه وبتالي احتضمن ان اللي حشي الحاجات دي الناس اكثر الناس احتياجا و ان اللي محش حدش هياخد اكثر من ماشر يعني يعني الرايس كان بيقول ايه بقى في تكر في السهاج برضه قال ده ممكن فكرة تغير بلد اغلى شيء في الدنيا النهاردة الافكار الافكار ودائما نفكر خارج الصندوق نفكر خارج الصندوق نفرق يعني الاستمرار في التفكير بنفس الطريقة وما نغلطش وما نخافش يعني حتى لو جربنا حاجة وتلعت غلط طب وإي هنصحح هنصحح يعني الافضل بكثير اننا اه اشجع الناس نتفكر واشجع كل صاحب رأي كل شباب مرأة رجال نساء اي حد يقولوا ارأهم ويقولوا حلول وهو الرسالة برضو اللي في جامعة سوهاك ان الرئيس يقف مع قدام الناس ويقدموا افكارهم وهو الرئيس فاهم ان بعض هذه الافكار قد تمشي بعد ما تمشي وقالك هذا الكلام قال انا حما بوله وانا مستعد باللي تحلموا بي واللي ما تحلموش وانا عارف ان بعضها قد يمشي وبعضها قد ما يمشيش انما معرفتي ان هو مش بالضرورة حيمشي ما يخليش احرم صاحب الفكرة او امنعه منها